يلملم العام 2023 أوراقه استعداداً للرحيل تاركاً خلفه العديد من الأحداث والصور والذكريات التي ستظل راسخة في الأذهب نعم أحداث غير مسبوقة شهدتها 2023 جاءت مثقلة بالكوارث وصولاً إلى الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال في غزة لإبادة الفلسطينيين أيام قليلة ويودع معها العالم عام 2023 والذي حمل في طيات إرثاً ثقيلاً من الصور والأحداث وإن جاءت في معظمها قاتم أنصح التعبير فبعد شهر وتسعة أيام فقط من دخول العام ضرب زلزالان عنفان تركيا وسوريا مما تسبب في مقتل أكثر من خمسين ألف شخص وإصابة أكثر من أربعة وعشرين ألفاً آخرين إضافة إلى تشريد مئات الألف وفي منتصف أبريل انتلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش في السودان وقوات الدعم السريع حيث عمل اقتتال أنحاء مختلفة نجم عنها حتى الآن مقتل نحو 12 ألف وتشريد أكثر من مليون وفيما يتجهت الأنظار إلى العاصمة البريطانية لندن حيث تابع الملايين تتويج الملك شارس الثالث ملكاً لبريطانيا خلفاً للراحل الملكة إليزابيث الثانية في أجوان احتفالية لم تشهدها المملكة منذ سبعين عاماً وفي يونيو تابع العالم انتهاء قصة الغواصة السياحية تيتان والتي كانت في رحلة استكشافية لحطام السفينة الغارقة تيتانيك بمأساة فقد انتات الرحلة بانفجار الغواصة ومقتل ركابيا الخمسة روسيا الغارقة في حرب أوكرانيا لم تكن في منأة عن الأحداث حيث قاد قائد قوات فيغنر تمرداً ضد السلطات الروسية لينتهي التمرد في اليوم نفسه بتراجع يفقين بريقون وإعلان مقتله بحادث تحطم طائرة الخصة التي كانت متجهة من موسكو إلى سان بادروسبيرغ وفي يوليو كانت أفريقيا على صفيح ساخن حيث شهدت انقلابين جاء الأول من خلال استيلاء عسكريين على السلطة بحجة تدهور الوضع الأمني فيما أضاح انقلاب عسكري بالسلطة في الغابون بعد انتخابات رئاسية تعرضت لانتقادات وسعة بسبب اتهامات تزوير وفي سبتمبر ضرب زلزال عنيف آخر إقليم الحوز بالمغرب ما أدى لوفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص وتشريد الآلاف ولم يترك الوقت فرصة لالتقاط الأنفاس من كارثة المغرب إلا وضربت العاصفة دانيال شمال وشرق ليبيا مما تسبب في غرق مدينة درنا ومقتل المئات وتدمير آلاف المساكن وقبل شهرين من انتهاء عام 2023 تودع فلسطين عاما مثقلا بالتماء والدمار ارتكب فيه الاحتلال أبشع المجازر ودمر كل مقاومات الحياة في قطاع غزة فضلا عن استمرار جرائم القتل والاعدامات الميدانية في الضفة الغربية إذن يشارف العام على النهاية وقد حمل معه أحداثا استثنائية عام إلى أفول وأسنة جديدة محملة بالآمال والأحلام والتمنيات تطل